برضو راح بيسمعه المباراة الحمد لله السيناريو بتاعها مش كويس قوي يعني أحسن السيناريو ممكن لفرقة بتلعب على الأرضها أنها تنزل تجيب هدف لم يهدد مرمى خالص برغم اللي هم استحوزوا والذات الشوط التاني استحواز إنما لما تيجي تشوف الفرص فرص النادي الأهلي أكتر وكرة في العرضة بتاعة أفشا وكهربا كذا وكذا وكذا اللعب برضو محصور لنص المال أنا أعتقد أن نادي الترجي خسر الكاس من هناك نعم من رادس لأنه هو تمادى في الحتة الدفاعية والتركيز على الدفاع والقفل ومبصش خالص الناحة الهجومية تقوفا النادي الأهلي يحرز هدف حتى في آخر تلت ساعة ولا ربع ساعة ما حاولش يجازف ويجيب هدف يساعده في المباراة التانية وده استراتيجية المدرب بتاعهم عملها من دور الربع النهائي مع أسك مموزة وبعد كده مع سانداونز يعني نفس الكونسبت وبيلعب طريقة دفاعية صان على أرضه أو بره تحسبا لكرة مرتدة يقدر يختف حاجة هو كان حاطت يعني أماله على الحتة دي لأنه هو برضو يدرك قوة النادي الأهلي وهجوم النادي الأهلي وفعالية النادي الأهلي في وسط جمهوره الكبير في استاد القاهرة وعشان كده هو حصله رد فعل مطلخبت شوية بعد هدف النادي الأهلي ابتدى يستعيد يعني أعصابه شوية ابتدى يستحوز بس استحواز في الخلف ضبط كده وعنده هو كمان مشاكل أنا قلت أنه عنده مشاكل فيه الاثنين المساكين هما بلعبوا بلعبهم كويس عشان طوال إنما الحتة الأرضية دي كانت عنهم بطئ كمان شوية لها كمان ملحوظة أسلام على التغييرات طبعا أنا فجأت بالتغييرات طبعا أن العيبة اللي نزلت طبعا كان بقالها فترة كبيرة ما لعبتش طبعا المدير الفني تغييرات الأهلي يعني تغييرات الأهلي كل مدير فني طبعا له طريقته أسلوبه عارف الدنيا ماشى ازاي من خلال التدريب اللي قبل طبعا أو الأسبوع اللي قبل المباراة بس أنا كان نفسي إنه هو عشان يدافع كويس لازم هاجم كويس يعني أنا كنت متخيل إنه هو هيبدأ بتغيير الترفيل بيرستاو وشحاد وينزل مثلا رضا سليم وإحمد عبدالقادر لأن الفترة الأخيرة الترجي عايز يهاجم وعايز تحوز وكده وتقدر توقفه شوية وتقدر عن طريق المرتدة بقى واحد على واحد اللي اتنين بيجي دل واحد على واحد يمكن بيرستاو برضو بيلعب من مكانه ما بيروحش لألالقاء والشحاد برضو بيخش على جوه بيلعب إنما كان لازم واحد زياراته بس هو طبعا قدر طبعا مننا بتفكيره بالنسبة للعيبة حتى نزل طهر محمد طهر وبرضو يعني طهر بقى له فترة كبيرة برضو وقال يودانج وقال يودانجي طبعا أربع شهور وكده المحصلة النهائية إن المباراة الأهلي توج باللقب اللي اتناشر عمالي كسر فيه طبعا الأرقام القياسية بتاعته والأرقام الكبيرة بتاعته هو ده الأهم النادي الأهلي ما تغلبش طول البطولة دي ماتش واحد وده ريكورد كمان كبير وحاجة كويسة نتمنى طبعا خلاص فرحنا وهنفرح النهار ده نتمنى بقى نبص كعادة النادي الأهلي لدوري لسه قدامك كمان ماتش عشان المنتخب والأجهد الدولية طيب صدي برضو أعتقد